المؤسسات الحكومية تواصل تنفيذ خطط التحول من الدفع النقدي إلى الدفع الإلكتروني مصرفاء الرافدين والرشيد وجه دعوة إلى جميع المتقاعدين ممن يتقاضون رواتب يدوية لأجل مراجعة فروعهما لإصدار البطاقة الإلكترونية البنك المركزي يحاول توسيع دائرة الشمول المالي بإجمار جميع المتعاملين سواء كانوا متقاعدين أو غير متقاعدين حتى القطاع الخاص في عملية التعامل ببطاقات الاعتمان وتقليل مسألة الpoint of cash والتحول إلى الpoint of sale بمعنى أن المتقاعدين أو الموظفين الاعتيادين عليهم أن لا ينفقون دخلهم من خلال سحب الرواتب نقديا والقيام بالتبضع الحكومة وضعت في أولويات توجيهاتها وبرنامجها ملف تحول المؤسسات كافة من التعاملات النقدية الورقية إلى الآليات الرقمية خاصة فيما يتعلق بتنظيم حركة الأموال بوقت يؤكد مختصون أن استخدام بطاقات الدفع الآلي ستجنب مقتنيها العديد من المشكلات سيدرك بالتأكيد المواطن أن حتمية استخدامه لهذه الأجهزة أمر ضروري جدا وبالتالي سيرفع هذا الموضوع وعملية حمل النقد ومثل ما قلت لك أنه يجب أن تكون هناك محفزات واحدة من أهم المحفزات أنه ترفع الرسوم على عمليات السحب وبالتالي سيتشجع المواطن أنظمة الدفع المباشر بدأت تنعكس إيجابا لسيما بعد نشرها في أغلب المؤسسات الحكومية والخاصة يتزامن هذا مع سعي الجهات المعنية المتواصل والهادف إلى تعميم هذه الأنظمة بشكل أوسع في عموم البلاد ومغادرة النقد الورقي بشكل نهائي سجا جاسم العراقية الإخبارية بغداد